اعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصلحي بالإجماع توصيات لجنة الكرة برئاسة أحمد عبد مجيد نائب رئيس مجلس الإدارة وعضوية محمد سلامة ومحمد البحيري أعضاء مجلس الإدارة وذلك عقب عرض ما انتهى عليه الاجتماع الذي عقد مع الجهاز الفني لفريق الكرة لبحث أسباب تراجع النتائج وتظاهر مستوى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وقد قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري بالإجماع ما يلي أولا فسخ تعاقد حسام حسن وابراهيم حسن والجهاز الفني والإدارة المعاون وتوجيه الشكر لهم على الفترة الماضية التي قضاها الجهاز في قيادة فريق الكرة ثانيا وقف جميع المستحقات المالية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم لحين تحسن النتائج ثالثا خصم ما يعادل 5% من قيمة عقود جميع اللاعبين لسوء المستوى وتظاهر نتائج الفريق رابعا الاعلان عن المدير الفني الجديد للفريق لكرة القدم والجهاز المعاون له خلال 48 ساعة وتمنى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري كل التوفيق لحسام حسن وابراهيم حسن والجهاز الفني والإدارة المعاون في قطواتهم القادمة خارج النادي